موسيقى في العام الف وتسعمائة وثمانية واربعين دمرت مئات القرى الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال وفي العام الفين واحد عشر يتم تدمير عشرات القرى الفلسطينية التاريخية والاثرية بقرارة غير مدروسة من قبل الحكومة الفلسطينية هي كلمات رددها المعتصمون اليوم امام مجلس الوزراء في مدينة رامالله رفضا لقرار الحكومة الفلسطينية بشطب بعض القرى عن خارطة فلسطين وضمها لقرى اخرى احنا جاينا نعتصم احتجاج لمجلس الوزراء ولدولة رئيس الوزراء على قرار وزارة الحكم المحلي شطب قرانا وضمها لقرى اخرى رغم انها قرانا من القرى القديمة اللي موجودة من الاف السنين وعنا احنا في قرية جالود تحديدا قرية تعاني من الاستيطان والمستوطنين وهي اكثر قرية في فلسطين زرع في ارضها مستوطنات بلغ عددها حتى اليوم سبع مستوطنات وكما هو حال قرية جالود في محافظة نابلس فان العشرات من القرى الاخرى شملها قرار الحكومة قرار اعتبره البعض متسرعا ويستهدف صمود الانسان الفلسطيني في ارضه في ظل تحديه لآلة التهويد الاسرائيلية قرار متحكمة قرار متسرع وغير ليس في مكانه في الوقت اللي هذه القرى تعاني من هجم استيطاني عليها وبحاجة لتعزيز صمودها وتعزيز وجود هذه القرى على الخارطة وفي الإعلام وفي الذاكرة الفلسطينية يتم تهميشها وضمها إلى تجمعات أخرى نحن نريد من كل قرية من القرى المواجهة في مواجهة الاستيطان والجدار أن تكون بحد ذاتها هي كيان مستقل يعطى حقه من الدعم ومن الاهتمام سواء إعلاميا أو على المستوى العملي وبعد اتصام دام لساعات وبعد أن شاركت لجنة مثلت المعتصمين في اجتماع مع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض فإنما تمخض عن هذا الاجتماع لم يشفي غليل المعتصمين بخاصة وأن الحكومة أعلنت أنها ستدرس مطالبهم دون تحديد صقف زمني لذلك استمعنا لهم واستمعنا إلى مطالبهم وقدموا عريضة لمجلس الوزراء بهذا الشأن أيضا تحدثنا في نفس الجلسة مع عالي وزير حكم المحلي الذي سيلتقي فيهم هذا اليوم للاطلاع على هذه المشاكل وهذه القضايا والعمل على حلها إن شاء الله نحن مستمرون في اعتصاماتنا السلمية في فعالياتنا سواء داخل قرانا أو أمام مجلس الوزراء أو ربما أمام الرئاسة لإصار الرسالة واضحة لجميع المسؤولين في البلد بأن تطبيق هذا القرار وليس القرار بحد ذاته آلية تنفيذه وتعصفه بشطب قرى عن الخريطة وتحويلها لحارات في بلدات وقرى أخرى أمر خطير 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 جدا ويتساءل الكثيرون هنا لمصلحة من جاء قرار الحكومة شطب القرى وضمها لقرى أخرى هل جاء لأهداف تنظيمية وإدارية بحتة أم جاء لأهداف غير معلنة من أمام مجلس الوزراء في مدينة رامالله لتلفزيون القدس فارس المالكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر